اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلق دي ده النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة امي مع بداية اسبوع سعادة وهنا يا رب على كل بيتابعونا على شاشة القناة الاولى في انحاء العالم مطبخنا النهاردة بساطة سهولة مرونة بنكونوا حارسين من الاجازة او اللي احنا بنتابع السوشيال ميديا ايه الاكلات اللي انتو حبينا الاسئلة اللي بتسألوها الحاجات اللي حبينا نعملها مع بعض فمن ضمن الاسئلة واحنا خصصنا يوم السبت بتجاوب على كل الاسئلة اللي بتكون موجودة على السوشيال ميديا الفراخ المشوية على السيخ تدبيلتها بتبقى ازاي وبطريقة جديدة يعني عارفين الشيش طوق عارفين فراخ مشوية على الفحم فراخ مشوية بالبصل والطماطم مسخن وهكذا هعمل النهاردة فراخ مشوية على السيخ بطريقة جديدة التدبيلة لا فيها لكمون ولا كزبرة هي سويسوس وتوم وعصير لامون الطعمة هي جبنين من البساطة والسهولة والمرونة معنا الروس صلاة النهاردة تشكيلة الخضار اللي فيها بتفتح النفس وخاصة اللون الجزر البرتواني مع بيد مسلوء مع كالسوم مع معادن الصلاة دي فيها البروتين فيها الالياف فيها كل حاجة حلوة هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع المايونيز والمستردة طعم المايونيز مع المستردة بياخدنا المكان تاني بيبقى طعمها مميز الحلوة بتاعنا النهاردة بساطة سهولة مرونة شرايح التوست اللي بنعملها كلاب ساند أوتش أو بنعملها لولادنا في التوستر هنعملها النهاردة حلوة بالقشطة والعسل فكرة الشيف المغازي بسيطة وسهلة وحاجة مش مكلفة ولكن الحلو طعمه جميل زي الفل مش عايز ستولى حضراتكم ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير وبعد الفاصل معلومة غير معلومة تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد اوه هترحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد هنعمل فراخ مشوية النهاردة عسيخ لو جينا شفنا المكونات والمقادير هي موجودة في اي مكان في اي بيت بنفس المقادير ولكن اسلوب الطهي والطريقة مختلفة المقادير على الشاشة بعد يزدى حضراتكم صدور فراخ صويا سوس توم زيت سمسم معلاء من العسل وفلفل اسود مش هنستخدم ملح في المقادير المقادير على الشاشة ممكن نستخدم شوية زبدة معنا نعمل شوية سوس كده لطاف بالزبدة والليمون نقدر ان احنا نحطهم على الفراخ المشوية عسيخ صدور فراخ معانا صويا سوس معانا زيت زيتون معانا زبدة معانا توم معلقة عسل حسب الرغبة او معلقة سكر المقادير بسيطة وسهلة في متناول الجميع تعال شوفوا نعملها مع بعض ازاي ولكن لازم يكون معاك جريلة او طاصة بتسخن على النار مع بعض كده الاول نقطع الفراخ بطريقة حلوة حالوة الكلام؟ طيب هنخل الرز ده وراء كده ده ان الاكلة دي عدالها شوية رز ابيض رز بسمتي او ابيض مدرسة المغازة بتقول اضافة الماء لأسياخ الخشب قبل الاستخدام تطيلها من العمر يعني تخلي امرها طويل في النار الاسياخ ما تتحرقش حاجة بسيطة هيت ولكن بتخليك في الامان اه بننقع الاسياخ الخشب في مية الاول يوم العصايا او السيخ الخشب او التوسبكس المسميات بتاعته بتشرم مية لما هتشرم مية امرها هيبقى طويل في الفرن او في الطاصة وانتي بتشويها اه غير الاسياخ الحديد انا بفضل طبعا اسياخ الخشب في منها السميك وفي منها الرفيع موجودة ولكن انا بشربها مية كده بديها عزم وكوة حلوة الكلام؟ اه ولكن لو احنا هنستخدم اسياخ حديد بلازم تتغسل طبعا وبعد كده تتمسح بالزيت وتتنظف وزي الفل وخاصة لو كانت مركونة عندك بقالها فترة طويلة من العيد الكبير ما شوتيش عليها الحاجات البسيطة اللي بركز فيها ديت بتكون هي مصدر للبكتيريا ومصدر للحاجات اللي مش لطيفة لما نيجي نستخدمها حتى لو اساخ الخشب مركونة عندك في الدواليب بتطلعها بتنعها في باية تبقى لطيفة بالشكل ده زي الفل دي اول حاجة بعملها هناخد مع بعض صدور الفراخ دي نقطحها بطريقة كده مع بعض ونشوف ازاي هنتبلها حلو قوي لا يا غالي مش شش طوك دي مش شش طوك خارس دي حاجة غير الشش طوك وخرجنا بقول لي يعني هي شش طوك حلو بس كنا بنصدناها كده ولازم تكون حمية معاكي لان في طريقة معينة كده لتعطيها الفراخ عايزك تتعلميها وهو يتعواري ايدك وانت بسن السكينة فيه مسن كهرباء كده ومسن يدوي بلاش تعملينت الحركة دي حلو الكلام سنتيها بمستحدي زي ده كده المفروض انك تمسحيها بعد ما تسميها ده الطبيعي حلو تعالوا نقطحها مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة بجيب السدري ده كده الموزة دي اخذتها كده عايزها ونيجي هنا كده اهو حلو نقطح دي نصين بعد ما نقطحها نصين نقطحها كده حلو اهو ونحطها هنا كده نفس الطريقة تقطيعة الفراخ دي مهمة جدا على فكرة لاني لازم تخدش وقت كبير في النار ناخد الموزة اللي تحت دي كده ونيجي نقطحها نصين برضو كده بعد ما نقطحها نصين ناخدها كده شرحتين طبعا طريقة الشيش طوق مختلفة في التقطيع كمان تتقطع الفراخ مكعبات سواء صدور او ان احنا نسحبها وبينجيب بصل وفلف الألوان مشرم حسب الرغبة ونبدأ ان احنا نسيخ الاسياخ الخشبية او الحديدية او المعدنية بالبصل والمشرم والفلفل والطماطم حسب الرغبة بسكت صدور الفراخ قطعتها كده طبعا كمية صدور الفراخ او الكمية اللي تعمل استخدميها حسب عدد افراد الاسرة حالو الكلام يعني ايه عم الشيفة يعني اه ممكن اتنين سيخ تلاتة سيخ بكل فرض يعني الكمية اللي معايا دي تكفي العيلة واصحاب العيلة والقرايب والجران والحبايب وصلت الرحم باكلة حلوة بطبق حلو جديد اه قطعت الفراخ بالشكل ده كده عم الشيفة قتت بيلك الاتي معانا التوم حلو قوي معانا سوية سوس طالما استخدمت يا اختي سوية سوس حزاري انك تستخدمي ملح معلات معجون طماطم ملح الشكل ده كده انا هستخدم معلات عسل اذا ما فيش عسل حط معلات سكر عسل بالرغبة حقا ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله حقا تمام معلات مستربة ولا كمون ولا كسبرة في التدبيلة هنمسك عصرة لمون معلش حلو الكلام حلو الكلام هنمسك الفراغ دي نتدبيلها كده بيدية تدبيلة بسيطة وسهلة يبقى لون الفراغ كهرمانة شايف اللون الحلو ده كده لما انا حطيت التوم وعصي الليمون يعني الزفارة ملهاش مكان بينا سوية سوس وزيت سمس ما هضيفه دلوقتي في ليفر وطعم معلات العسل كرمالة يعني هتخلي الفراغ دي تاخد لون منك بسرعة وتبقى لطيفة وجميلة هنعمل يا عم الشيف شوية زيت مع رشة فلفل اسود وعندنا جريلة بتسخن هنسيخ الفراغ دي دلوقتي او ان كنت تتبليها قبل ما تروح على الشغل او بتتبليها قبل ما تشويها تقريبا بساعة زمن قادي الفراغ التابيلة هيا زي الفن خد الطعم الله بس خلاص محلو الكلام شفت التدبيلة دي البهريز او البيون او الجوسي او التدبيلة اللي انا متابل بقى الفراغ احتاج لها بس مش دلوقتي خلي بالك يعني بعد ما ناخد ونسيخ الفراغ دي انا عايز السوس دا او الفليفر دا او الطعم دا او البيون دا والجوسي دا سموه زي ما تسموه او الخلطة اللي تبلنا فيها انا عايزها مش هستغنى عنها هنمسك الفراغ نسيخها مع بعض كده يسحب سيخ نيجي هنا كده الله شفت بقى اه اه كده اه اه هلو كمان مرة اه اه كده كده الله كمان واحد اه ترية سهلة خالص هتطلع الفراغ بعد ما تستوي شكلها حلو شكلها لطيف وجميل حاجة جديدة عايزة تحط فلفل الوان ما بين الفراغ وبعضيها ما عندناش مشكلة اه هلو الكلام نقعد نتابلش نسيخ بقى مع بعض اه اه كمان واحد يلا بينا اه اه معانا الجريلا بتسخن ناخد كده الصدر ده كده اه اه الله زي ما انا شغال كده واحدة واحدة اه اه ممكن اسياخ اصغر من دي شوية ما فيش مشكلة اه 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 قرفت ان هو مش شش طاوك يا مخرجنا اه حاجة زي الشش طاوك بنت عم الشش طاوك اه اه كمان واحدة مع بعض اه واحدة واحدة اه هدستيوه معاك بسرعة مش هتاخد وقت كبير لان انا مقطع الفرايخ مقطع الصدور الفرايخ مش هرايح رفيعة اه الموزة دي حلوة بتبقى طرية ونعمة في الاكل انا بحب في صدر الفرخة الموزة بتاعتها اللي بتبقى تحت الصدر بباشرة مش بحب الصدر اماما بحس ان اللحمة بتاعتها بيبقى خشن شوية اما الموزة بيبقى لحمها طري ولطيفة وجميلة وهي اول حاجة بتستوي مع السيطر شفتي اه مع بعض كمان اسياخ الفرايخ المشوية زي ما انت عايز حسب الرغب انت بقى عايز تبدع وعايز تجود حط بقى مشروم بس انا مش مع المشروم ولا البصل في الاكلة دي ما عايز تعمل فراخ كده لنعمل شوية رز حلوين ونعمل شوية صلصة حلوة كده بالتوم والليمون مع الزبدة بتبقى لطيفة يعني السياسوس بالزات مع الزبدة والليمون بتدينا طعمي تاني خالص حلوة يا عامل شوية دي طريقة سهلة اه 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 شفتي بقى كده اه كده اه اشكشك اشكشك اه اشكشك اه شفتي اه شفت ازاي عاملة اه الاخواننا في الصين بقى بيعملوها اسياق صغيرة كده بتبقى لطيفة اه اه حل اه كمان كده بقى مع بعض يلا بقى اخر واحد ولا تنين فيه كمان مع بعض ممكن نقدم معها مكرونة اسبكتة نقدم معها نودلز بالمشرب موسيقى نودلز بالفلفل موسيقى 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 رزة بيض انا احب معها رزة الابيض بصراحة موسيقى 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 حل دي عم الشيفت التابل قبلها بوقت خالص انت اه سيخيها وشويها على طول لان انا كل ما تعتش كل ما شربها من التدبيلة بتاعتنا اه كفاية قوي دول زي الفل مفيش كده تامل اخلهم هنا كده كمسيخ اثنين اربعة ستة حلوة او نعمة الحمدلله هناخد الاسياخ دي كده ونواف هنا كده ايه هسة دي خطوة خطوة مع بعض ويبقى مطبخك نضيفه رايق كده وانت واقفة في المطبخ رايقة وفيقة تشرب قهوتك تشرب شايك هلو كلا الاسياخ دي اللي بقى تعمل فيها عم الشيف بعد ما استخدمتها وحطيتها في المية عادي بتنشفها من المية وتشيليها في باب التلاجة حطها في كيس وشيليها في باب التلاجة او انك انت تبدأي تحط الاسياخ اللي انت عايزها او الكمية اللي انت عايزها وتحطها في المية حسب الكمية عشان بتسيل دلوقتي بقول لي طبقية الاسياخ دي نرمي الكيس الكيس ده سعره غالي شوية في منه انواع خلي بالك تبجيب نوعية جيدة الده بنصفيه من المية وتحط في كيس نيلون او كياس تلاجة وتحط في باب التلاجة تستخدميها في جنباري تستخدمها في شيش طوق في شيش كباب زي ما انت حابة حالو الكلام انا يهمني المعلومة اللي بعد ما انخلص عندنا الجريلة اخبارها ايه درجة الحرارة فل الحمد لله نبدأ ننزل بقى على الجريلة واحدة واحدة كده ومهم جدا وانا بشوي تبقى الجريلة سخنة حزاري انك تشوي شيش طوق او شيش كباب او برجر او شاورمة او كبدة على نار بردة رقم واحد رقم واحد البهريز او السوس هينشف منك رقم اتنين الفراغ دي هتبقى زي السفنجة ما فهاش طعم لان على الجريلة ما تسخن ودرجة الحرارة تكون معنا ايه اللي هيحصل اللي عم تشيف الطعم والتيست هينشف الطاصة هتشربه ومش هنستفيد بيه هناختها زي ما هي كده ونبدأ نحطها هنا كده رشة زيت صغيرة معلش هل زي الفل ونبدأ ننزل بقى كده اهه الله واحدة واحدة اهه تسلم ايدك يا عم مشي تمام من وقت الالتاني بنشربها شوية بهريز من دول كده مع بعض هس ازا حضراتكم تسيبوني مع الروايح الجميلة دي كده وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل نشوف هنكمل مع بعض شوية روس زابعة حلوين هنعمل صلطة فيها كل القيمة الغذائية فيها مكونات خضار لطيفة وجميلة والحلوة بتاعنا بساطة سهولة مرونة او اتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجع ده لحضراتكم بعد الفاصل مخرجنا بيقول ليه في الفاصل ولي هشيف بوغاز ايه رايك لو عضفنا شوية خضار مع الفراغ دي طبعا هو علشان مخرج شاطر فعايز صورة حلوة فيها الوان هو مش مال عينه وشكل الفراغ وبس المضمون خلونا نقلبها ونشوف احنا هنعملها ازاي مع بعض او شايف الكرمالة بتاعت العسل ولون الفراغ اتغيرت ازاي بسرعة او ده لسه كمال لما نحط لها مكعبين من الزبدة هتتفرج على الحلاوة او خادت لون الفراغ حلوة او هنعمل ايه عمشيف مكعبين من الزبدة فراغ لها طعم تاني لها شكل تاني لها تست تاني مع بعض حلو اه هعمل ايه دلوقتي هاخد الخضار اللي معنا ده كده تقطيع الحلوة دي كده حلو نعم يغال ما انا مش عايز اصيخة انا مش عايز اطلع من جو الشيش طوق فالخضار ده هينزل كده مع الايه مع الفراغ هلو وهندخلها الفراغ عشان احنا عايزين عين البتجازد اشتغل عليها حاجات تانية هلو شكل تشكيلة من الخضار حلوة بتجيب ساتور حلو ازا ده كده بيدي عندك بيساعدك في التقطيع وخاصة الخضروات اللي هي شكلها وحجمها كبير هناخد الخضار ده كده اهه زي ما هو كده حلو الكلام لسه ما خلصتش هنحط عليه شوية سياسوس يا دلعك حلو شرب السياسوس اوه اتحط ملح خلي بالك ومعانا مينير زعتر البر الحلو ده كده حبيبي روت حلو مع روز ماري شفت الجو ده كده لان الشيط الخضار ده اللي هم يهموني ولازم اجود عليهم عشان انا عامل شوية روس زبيعة حلوين هنعملهم دلوقتي حلو الكلام ناخد الخضار ده كده ونسقطه هنا شفت الجو ده كده وندخل الصينية دي عم مش شيف الفرق ايه الحلاوات ايه الجمال ده زي ما هي كده الفرق تمام تكمل تسوية في الفرق طب ده صح يا عم مش شيف لا شفت انا بقى الصراحة والوضوح لغاية فين لا عند كده عين البتجاز ده يستوى على عين البتجاز تقلبيهم ويستوى على عين البتجاز هلو الكلام بس انا هدخل الفرن عشان ليا ايه افكار تانية هشتغل فيها على النار اللي معايا هلو الكلام انا خدت زي ما هي كده في درجة حرارة مية وتمانين والفرن يكون جاهز واندخلها الفرن يا مخرجنا اه مع الزبدة مع الطعم مع الفليفر زي ما هي كده يلا يلا اهوا وانسيبها في الفرن فراخ مشوية بمدرسة مغازية بطعم وفليفر وشكل تاني نقفل الفرن يلا حلو اهوا نبص على الفراخ حلو نبص على البروتين اكيد استوت يعني يلا بينا افتح افتح يا سمسم اه شكلها جميل والله يا شيف اه نطلحها نشوفها مع بعض ايه الاخبار بسم الله الرحمن الرحيم ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده اه بص لها وغزلها الله ايه الحلاوة دي عم الشيف تعالوا نعمل شوية صلصة حلوين كده ده تجويد مني وده اختياري مع بعض واحنا شغالين طاسة على النار في الطاسة دي عم الشيف هحط معلقة من النشا بسرعة عشان عندي شغل كتير هل وحط على معلقة النشا دي قليل من الماء ونقلبه حلوه ايه اللي بعد كده يا شوفنا فيه طاسة على النار هناخد البهريز بتاع الفراغ دي وانتاج الفراغ دي وحلاوة الفراغ دي زي ما هي كده بص عليهم كده اهو عبيبي صحابي ناسي هوا ده اهوه هيا ديت ركاية اه كله الله عليك يا موليك تمام ونخلها كده زي ما هي حلو شوية النشا الله شفت بقى القوامة شفت الدلع ده هنسيب كل الحاجة ونأكل شوية البهريز دي حلو معانا من الزبنة مكعب صغير حلوه اوي قط شوية مية صغير في قوامة بنكتهد ان احنا نطلعه اهو بس خلاص كمان زي الفل عصر اليمون على الفليفر ده هضيف حاجة برضو مش موجودة في المكرر ولا موجودة في المقدير دايما انا احب الحاجات دي انا عايز المطبخ بتاعك ما تمشيش على مقادير ومسطرة واتجودة خالص خلي بقارك ايا دي الشطارة هتضيف ايا عم الشيف انت ما سبتش حاجة ما دفتهاش حلوه اوي عندي شوية لوز يا مزاجه اللوز بنزل بقوه هنا كده شغل الشركسية يلا ونقلبهم ونسيبهم على النار هسه السوس ده كده زي ما هو تعال نغرف الفراغ دي مع بعض في طبق حلو كده يفتح النفس سيرفيز ده كده عايز اغرف انا سيرفيز حلو عندي رز لبص عليه مخرجنا ايه الحلاوه دي رز مصري بص على الحلاوه دي يا دلعك اه 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 شوية رز حكاية اه والله اللي اخليك يسيب الفراخ وتاكلوا الرز ده بالصوص اللي انا عم لده اه هلو تسلمي دك ايه عم مش شيف هناخد الرز ده زي ما هو كده هنحطه في الطبق ده كده هنحطه في الطبق ده كده اللهم صلى على النبي يلا بنا عملت اكله لولادك عملت سيرفيز حل لا تقولي لي بقى دي كرومي ولا فاخدة ضاني طب انا هنخلص الهوى ودوق بقوله الواء الرز استوى طبع انت بتروح البيت تاخد ايلولة وتصحى الرز ايه بيتشرب لا خالص استوى الرز هلو صدور الفراخ اللي عملناها نرصها كده لا احنا مش عايزين نعمل حفلة بقى اطباق كتيرة والجو ده ده موضوع كده لطيف وجميل هوريك يتعمل ازاي دلوقتي بتبنيك عالي من الخبرة حلو شوية الخضارة الحلوين دول والسوس حلو اللي فيه اللوز عينية عينية قبل السوس ناخد المضمون ده خلي بقى عشان لسه عمل تركاية حلوة اول ايه التركاية اورها لك دلوقتي الخضار ده كده ينزل عملنا حفلة صدرين فراخ شوية رز مصر كباتين رز عملنا سرفيز لو دورت في صور جوجل اللي هو عم جوجل يعني مش هتلاقيها خلي بالك اه نفس الصينية ركز معايا بس انشان الموضوع ده ممي جدا بص يا غالي بص الله يرضى على والديك اه اه هو ده اه اه شفت مخرجنا بيوجينز اه هو ده اه انا عايز ده عايز ده عايز مكان تحمل الفراخ لازم تشتغل بالمدرسة دي مش انت عايز تاكل اكل زي انا بتكليف مطاعم وفنادي فيه طعم وتست مش لاياه اه 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 اخد البهريز ده اه الفراخ هنا نزلت كل خيرها وبركتها في قلب الصينية اه على نار هادية كده واخد شوية البهريز دول يا عم نشيف يا اما نقدمهم في طبق جانبي يا اما ننزل بيهم على الفراخ على السرفيز يعني عموما زي ما قلت لحضراتكم في البداية انا هخليك تاكل الرز وتسيب الفراخ لان الفراخ وطعم الفراخ وشهوت الفراخ وتست الفراخ في اللي انا بعمله اهو يا ويه ايه ده الله يرحمك يا عمي توفيد ده ايه ده اه حلو اوي تمام يلا بينا السرفيز ده فيه خبرة طهوية خبرة السنين الطعم والشكل والتكلفة والصورة الحلوة مطبخنا النهاردة بساطة سهولة مرونة تكلفة مالية لا تتعدى جنيهات عملنا فكر طهو جديد عملنا فراخ مشوية عالسيخ وقدمنا معاه شوات رزة ابيض حلوين عملنا صلطة فعب كل العناصر الغذائية لكبار السن سريعة الهضم وسريعة المضغ عملنا حلو فكرته بسيطة وسهلة ولكن القيمة الغذائية بتاعته تعلق كمة الهرم في ارتفاعه وشماخته رؤية فن ابداع مشوفوا كل ما عشيشت القناة الاولى والفضايا المصرية منين يا عم الشيف من ماس بيرو موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة